جام وقترح ان احنا لازم نعمل او سرعة اصدار قانون المجلس الوطني الاعلى للتعليم الحاجة التانية ان اهمية التعليم الفني انشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني ودي هتكون يعني معنية بكل ما يخص التعليم الفني في جميع مراحل التعليم سواء تعليم قبل الجميعي او مراحل التعليم الجميعي وتشمل ايضا في سياقها الجامعات التكنولوجية ايضا كان عندنا تحدي مهم جدا وهو تحدي تمويل التعليم المقطة دي بس انا هفهم هيبقى في عندي وزارة للتعليم الفني لوحدها هي فيها التعليم ما قبل الجامعي فنيا والتعليم التكنولوجي في المرحلة الجامعية بالزبط كده وده عشان نخلق مصار متصق للتعليم الفني ونقدر بعد كده نربطه بسوق العمل بعد كده عندنا كان تحدي مهم جدا وهو تحدي تمويل التعليم وعشان كده عندنا مقترح بتفعيل صندوق الوقف الخيري وده بالمناسبة لليه قانون في 2021 ولكنه غير مفاعل فاحنا طالبنا في البرنامج بتفعيله أيضا استحداث بقى محفزات ضريبية للشركات المؤسسات اللي هي بتخصص ميزانية المسئولية المجتمعية لصالح دعم وتطوير التعليم أيضا عندنا مورد مهم جدا موجود دلوقتي وهو الأكاديمية المهنية للمعلمين ودي في الحقيقة هي المعنية بوضع سياسة تأهيل وتدريب ورفع قدرات المعلمين فاحنا طالبنا بإعادة هيكلتها بشكل عاجل أيضا عندنا العديد من التصورات الموجودة في البرنامج والخاصة أيضا بوضع يعني نقول محفزات ومكافئات للمعلمين تكون مرتبطة بأداءهم وده من خلال بقى تشبيكات وتربطات ما بين مثلا وزارة التربية والتعليم وتعليم الفني وأيضا التنظيم والإدارة فده حيكون إن شاء الله أو موجود معنا في البرنامج المقترح